موسيقى مساء الخير انقلب المشهد من تعطيل حكومة ومبادرة فرنسية وخطوط حمر إلى خط أزرق وترسيم حدود وبلوكات مرقمة واستبدل الثنائي الشيعي ورؤساء الحكومة السابقون وماكرون بأمريكا واشنكر وبومبيو وخطهوف بحر وبر اندفعا إلى الواجهة في إطار متزامن بدأه رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعلان اتفاق إطار عملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية سريعا رد العدو الإسرائيلي عبر وزير الطاقة فحدد موعد انطلاق المفاوضات ورجح بدأها بعد عطلة العيد اليهودي التي تنتهي في التاسع من تشرين الأول وبالدقائق نفسها رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بهذا الاتفاق الذي وصفه بالتاريخي وقال إن الولايات المتحدة كانت وسيطا فيه وهو نتيجة ما يقارب ثلاث سنوات من المشاركة الدبلوماسية المكثفة من الخليلين الأمريكيين الديفيدين ساترفيلد واشنكر وانتظرت بعبد بيان بومبيو لتوافيه بالترحيب وذكرت رئاسة الجمهورية بأن الرئيس يتولى المفاوضة وفقا لأحكام الدستور بدءا بتأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض آملا أن يستمر الطرف الأمريكي في وساطته النزيهة رد عون على بيان بومبيو وليس على مؤتمر بري الذي كلف نفسه متابعة هذا الملف طوال عشر سنوات من دون إسناد رسمي وإطار دستوري أما بومبيو فكانت إشارته إلى تفاوض السنوات الثلاث الأخيرة وبذلك أعطى إشارة ضمنية إلى دور اطلع به جبران باسيل على زمن الحقيبة الدبلوماسية ومن قلب مستشفى دخلها للعلاج بعد إصابته بجائحة كورونا أطلق باسيل تغريدة قال فيها إن علينا هذه المرة أن نفاوض لا على الطريقة الفارسية ولا على الطريقة العربية بل على طريقتنا اللبنانية صلابة ومرونة وعلى دورها الوسيط كانت الولايات المتحدة ترسم حدودها مع حزب الله فتعلن عبر ديفيد شينكر أن الحزب خارج هذا الاتفاق الذي قد يخربه وأنها ستواصل فرض عقوبات على اللبنانيين الذين يتحالفون معه في الشكل ستنطلق المفاوضات في شهر تشرين الأول لتصب في منابع تشرين الثاني وعلى توقيت انتخابي ضاغط على ترامب يسعى فيه لنصر ديبلوماسي يرفعه زعيما عالميا والاستثمار الانتخابي سيعود ريعه إلى ترامب ونتنياهو على حد سواء لسيما أن رئيس مجلس وزراء العدو محاصر بالفساد ويعيش في قلب غسالة تفتل به يوميا ولا تزيل أوساخه لكن لبنان وفي الإطار الذي جرى إعلانه حفظ أوراقه السيادية بحرا وبرا ولم يستدرج إلى مفاوضات مباشرة مع العدو وحصر هذه المفاوضات بالترسيم من دون أي طرح لسلاح المقاومة ووضع مرجعية للاتفاق هي تفاهم نيسان والقرار 1701 المستند إلى القرار 425 الذي يفرض على إسرائيل الانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة من دون قيد أو شرط اشتركوا في القناة